بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعرفة غير مشتقها إلى الآن الدالة اللغارتمية التكامل لغارتم xpdx في مثل هذه الحالة سندرس الآن الحالة الثالثة من حالات التكامل وهي الدالة شهيرة ضرب DX طبعا الدالة شهيرة لو كنت بعرف كاملة يعني لو كانت ساين X ضرب DX لكان لا احتجت لهذه الطريقة ولكن من الدوالة الشهيرة اللي مرت معي ودرستها سابقا ولم أعطي تكاملها إلى الآن هي الدالة اللغارتمية الدوالة المسلسية العكسية الدوالة الزائدية العكسية إلى آخر من الدوالة الشهيرة اللي درسنا اشتقاقها دون أن ندرس ما هو تكاملها هذا هو المقصود بدالة شهيرة ضرب DX الآن مثلا إذا جينا إلى المسال الثالث تكامل اللغارتم X بدي X اللغارتم هي الدالة شهيرة بدي X في هذه الحالة الU ستكون هي الدالة شهيرة لأنه بعرف اشتقها والباقي من هو الباقي الباقي هو الدف يبقى فقط DX من هنا لو اشتققنا الطرفين الDU مشتق اللغارتم مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم ضرب DX الآن هنا الDV هي DX لو كاملنا الطرفين الV ستكون هي X الآن من هذه وهذه نطبق تكامل في التنسية U ضرب V يعني لغارتم X X ضرب لغارتم X هي لغارتم X ضرب X سالب V بديو سالب تكامل هذا ضرب هذا يعني واحد على X بX واحد على X ضرب X ضرب DX لكن X مع X يمكن اختصارها هنا هل X مع X بتروح بقى معي لغارتم X X ضرب لغارتم X ناقص تكامل DX ولكن تكامل DX هو X زائد ثابت التكامل إذن هذه هي الحالة لو انطلقنا إلى التمرين الآخر اللي هو هذا التمرين دالة شهيرة ضرب DX أنه U هي عبارة عن دالة شهيرة اللي هي تنجنت ناقص واحد X والباقي هو DV الباقي هو DX من هنا بمكاملة الطرفين V ستكون X ومن هنا باشتقاق الطرفين الDU مشتق التنجنت هو واحد على واحد زائد الزاوية للتربيع بDX إذن هذا هو الآن U بV يعني هذا U بV يعني تنجنت ناقص واحد ضرب X هي X ضرب تنجنت ناقص واحد ناقص هذا الناقص تبع الدستور تكامل V بDU V بDU يعني هذا ضرب هذا X بDX على واحد زائد X تربيع لكن هنا البسط كثير حدود والمقام كثير حدود ولو اشتققنا X تربيع زائد واحد إن مشتقها هو البسط إذن إن مشتقل X تربيع زائد واحد هو عبارة عن 2X فيمكن أن أجعل البسط هو مشتق المقام ولكن أحتاج بذلك إلى أن أضرب ب2 وأقسم على 2 فضربنا هنا ب2 وقسمنا على 2 فحصلنا على تكامل من الشكل J شرطة على J بDX ولكن إذا كان البسط هو مشتق المقام هذه الطريقة هو لغارتم المقام زائد ثابت إذن هذه الطريقة الرابعة من طرق التكامل في التكاملات اللي تعلمناها سابقا إذن فنحصل على لغارتم المقام زائد ثابت إذن فنحصل على الجزء الأول على حاله X بتنجنت نائس واحد X بتنجنت نائس واحد سالب نصف لغارتم المقام لغارتم X تربيع زائد واحد زائد ثابت التكامل وبذلك نكون قد حصلنا على شرح كامل لطريقة التكامل في التجزيع إذن طريقة التكامل في التجزيع قسمناها إلى ثلاثة عالات الحالة الأولى حالة تكامل كثير حدود ضرب دالة شهيرة الحالة الثانية هي تكامل دالة شهيرة في دالة شهيرة والحالة الثالثة هي تكامل دالة شهيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكادو